بينما بدأت اليوم عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيداً لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة يتواصل التنسيق المصري السعودي لتوفير التسهيلات للحجيج المصريين حيث يتم تصعيد الغالبية العظمى من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصاً على راحتهم بينما توجه عدد من الحجاج ظهراً إلى مشعر منا لقضاء التروية ثم السعودي من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج تزامناً واصلت بعثة الحج السياحي المصري وكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام حيث بدأت تصعيد عصراً من مقر إقامة الحجاج بمكة المكرمة إلى صعيد عرفات مباشرة بعد أن استلمت كافة شركات السياحة مخيمات حجاجها من شركات الطوافة السعودية في حين قامت لجنة من البعثة المصرية تضمن ممثلين لوزارة السياحة والأثار وغرفة شركات السياحة طوال الأيام الماضية بالمرور على مخيمات حجاج السياحة بكافة مستوياتها للاتمأنان على تجهيزها بكافة الخدمات المتفق عليها مع الشركة السعودية المنوطة بتقديم الخدمات لحجاج السياحة ونظراً للمحدودية المعروفة للمساحات بمشعر منا فقد خاطبت غرفة السياحة كافة الشركات المنفذة للحج للاحتياط لعدم تزاحم الحجاج والحفاظ على راحتهم وسلمتهم وشدتت الغرفة على عدم حتمية مبيت الحجاج بمشعر منا خاصة من المرضى وأصحاب الأعذار ومن لا يتوافر لهم مكان بالمشعر وذلك دون أن يكون عليه فدية أو حرج حسب ما أكد مفت الديار المصرية شركات السياحة من جهتها قامت باختار وتوعية الحجاج بالفتوى وتنسيق تواجد أعداد كبيرة من الحجاج بجزء من النهار والليل بمشعر منا دون المبيت فيه تخفيفاً على الحجاج وحرصاً على سلامتهم ومع قيم وزارة السياحة بوضع خطة بتوقتات محددة لتصعيد الحجاج العرفات لضمان عدم وجود زحام أو تكدسات في الطرق المؤدية إلى عرفات من مكة المكرمة كما تم وضع خطة بديلة للتحرك في حال وجود زحام في الطرق وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية المسؤولة في وقت ستنتقل كافة لجان الوزارة الموجودة بالمملكة إلى منطقة المشاعر المقدسة بمنا وعرفات لمتابعة تقديم الخدمات المتعاقد عليها للحجاج بالمخيمات والتدخل السريع لحل أي أزمات تواجه حجاج السياحة وذلك بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة والشركة السعودية المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة